ممكن تتشين جدارية ألف أجر وأجر وهو عمل فني جمعي في المدينة العطيقة في العاصمة التونسية من إظهار الوجه الخفي والمبدع لحوالى مئة من المعوقين والتاريكي المدارس حاولوا بطريقتهم الترويج لهذا المكان التاريخي الذي يعتبر من جواهر العالم العربي ويهدف المشروع في بعده الواسع إلى تطوير الفضاء العام في وقت شهدت الساحة التي عرضت فيها اللوحة الجدارية تحولات كبيرة لدرجة أنها أصبحت موقفا لسيارات ومكبا للنفايات قبل أن يبدأ وضعها بالتحسن منذ العام 2021 وعلى مدار عام وفي مئات براش العمل شارك أكثر من 550 شخصا من مختلف الاختصاصات في تصميم وإنجاز مجسم ضخم من قطع الآجر المنقوشة والمنحوطة والملونة ثبتت لاحقا في ساحة في المدينة القديمة التي صنفتها منظمة اليونسكو عام 1979 كموقع محمي اشتركوا في القناة